نلاقي بعد الحقيقة في الاستحقاق ورشح أيضا مرات يمكن مرتين أو ثلاثة كان توفيق الحكيم وكان يستحق جازة نور يعني مصرح الحكيم ورواياته إبداع عالمي ومتفرد وكان مترجما لكن مش بنفس الكيفية يعني نفس إشكالية الترجمة هي الحالة دونة في تقدير الشخصية إن صوتك مش مسموع لدى الآخر معنى أنت مش مترجم بغزارة أو بكثرة يعني صوتك مش واصل لكل أنحاء العالم طبعا اللي قصر الحوادث دي بأرقام كبيرة أو بإلحاح يعني وبعد حتى عمر طويل قوي يعني وجازة نوبل تأخرت عليه بسبب كده هو نجيب محفوظ إنما اللي كانوا مستحقين من وجهة نظر الشخصية طاح سين توفيق الحكيم يحيي حق